مرحبا برج القوس القراءة رح تكون حق الطالع الشمسي والقمري دائما الشمسي هو الاولى اذا ما انطبق عليك رح للطالع القمري و الى اخرة رح نحاول ننظر الى جميع الاصعدة ولكن الرسالات المهمة هي اللي فقط رح تظهر في القراءة نشوف مع بعض سبعة الخماسيات برج القوس احسك تحاتي المستقبل دائما عندك قلق من المستقبل او تسع الاكواب تنتظر شيء او شخص معين بفارغ الصبر كأنه لم تمللت من الانتظار ممكن يكون تنتظر متى تتخرج من الجامع او ترتاح متى تتزوج ترتاح متى يرجع حبيبك ترتاح متى يرجع حبيبك ترتاح تنتظر شيء عشان يسبب لك الراحة لانك قررت انه ما رح تكون مرتاح في وضعك الطبيعي البداية الجديدة وان كان شيء من الماضي اللي قاعد تنتظره او شيء نتائجة رح تكون في المستقبل مثل الدراسة الوظيفة ولكن بالنسبة لك هو يمثل البداية الكبيرة ما ادري ليش حطها امامك هو كأنما شجرة لكل امالك قاعد علق فيها وهذا لكن اشوف ان كنصيحة لك يجب عليك تجنب ان تعلق امالك كله في شجرة واحدة او كله في فرصة واحدة في امنية واحدة اهني قاعد يقول لي وزع جهودك حاول في كذا مجال في كذا وظيفة كذا شركة الشريك خلي الامور تمشي معاه بالراحة لا تكون يعني جدا متعلق اذا الامور ما مشت مع افلان رح تنتهي حياتي خل النهاية عندك شوي مفتوحة خل عندك طاقة ملك السيوف اهني يطلب منك عدم تحديد الهدف اوكي حدد ان ان تريد ان تكون سعيد في الفترة القادمة تحصل على امنيتك امنيتك الوظيفة ولكن لا تحدد الوظيفة تريدها تكون في اي شركة مثلا التجارة في اي موقع مثلا الشريك تحدد اسمه وقول فلان ملدي فلان هذا اللي اريده لان اشوف هنا عندك طاقة تقول لك انت لا تعلم مصلحتك بالضبط وين الانسان خلق جاهلا يرى فقط السطح او الظاهر في الكواليس في فرصة جديدة جدا مشرقة لك ممكن تكون ليست ما توقعتها فهل سترفضها لان هي ليست ما توقعتها او مع شخص مش حطه في بالك هذا هو السؤال الموجه لك يا برج القوس رح اشوف توضيح لهاي الطاقة اوكي وكأنما انت رح تتوجه نحو الشريك او في الفترة القادمة ستحاول ان تحزم هذا الموقف موقف الانتظار عندك قلت لك في البداية تنتظر شيء من الماضي او تنتظر رد معين من جهة معينة عشان تسمح لنفسك ان تكون مرتاح وسعيد اهني يقول لك لا عليك ان تسعى تواجه الموضوع تحصل على الجواب وان لم يعجبك افضل ان تحصل على الجواب حين وتتعامل مع الموضوع وتكون مستعد لشيء افضل قادم لك او ممكن نفس الشخص نفس الوظيفة رح ترد تعرض نفسها بطريقة جديدة رح ترد تتواجد في حياتك بطريقة جديدة ولكن لن يحدث هذا الشيء اللي اذا قمت بالسؤال اهني يقول لك اسأل مو مواجه او ادخل في صراعات او جدال لا اهني اسأل هل فعلا ساحصل على الوظيفة؟ اطلب جواب نهائي هل فعلا تريد ان تكون في حياتي؟ هل فعلا سنتزوج؟ جواب صريح رح تلاقي له السؤال صريح رح تلاقي له جواب صريح ست ست الخماسيات ست الخماسيات موجودة هنا اقول لي يا برج القوس انت ما تقدر حتى لو حاولت ان تغلط لا تلوم نفسك على اي طريقة يمشي فيها الموضوع سواء مشى بكيفك ولا مو بكيفك في النهاية رح يمشي لمصلحتك انت فلا تلوم نفسك ولا تلوم الاخرين لا تلوم الجهات اللي قاعد تتعامل معها لا تلوم الاهل ولا تلوم الشريك كل شي في النهاية رح يوصلك لمبتغات بطريقة او باخرى فسهل الموضوع على نفسك عزيزي لان تحتاج ان تكون في مرحلة لوحدك من اجل ان نعرف معنى السعادة وجود هنا خمس الخماسيات بين هاي القراءة يقول لي تحتاج ان لفترة ما تعرف معنى الوحدة اشان تعرف قيمة اللمه الالم ما رح نعرف قيمة السعادة بدونه ونفس الشي لو ما كان في حزن ما بنعرف ان احنا سعيدين من المعاناة اللي انت فيها وان كانت معاجبتك وان كان الوضع حاليا مش مقتنع فيه من هذا الوضع تخلق رغبة جديدة احنا دائما نفكر الرغبة الجديدة او الهدية من السماء تقع في حضننا نقوم من النوم نلاقي كل شي حلمنا فيه انتظرنا صح؟ ولكن اهني يقول لك هذا الوضع اللي مو عاجبك يخلق رغبة الرغبة هي اثمن شي ممكن انت تحصل عليه اثمن حتى من المال كل شي يبتدي برغبة رغبتك ان انت وضعك يكون احسن تكون مستقر مع شريك العطاء والاخذ معه متبادل تحبه ويحبك موجود عشانه وهو ايضا موجود عشانك حياة استقرار وهذا ما يريده لك الله وهذا اللي فيه مصلحتك فابدا لا تشكك في وضعك الحالي او المستقبلي كل شي موجود في حياتك رح يضعك على الخارطة الصحيحة اوكي اخر شي كرت الفول كأنما الاوضاع الحالية رح تكون تلعب بطريقة او تجري بطريقة عشان تحرك من امور معينة متعلقة بالماضي تفكير معين ما ادري ليش احس ان التفكير عندك هنا ما التفكير معين اوكي دائما تتمنى الشيء وتتمنى بصفة تحديدية وايد تحدد الشخص تحدد الطريقة تحدد متى واين وكيف ما تخلي عندك نهاية الطلب من الله سبحانه وتعالى يكون مفتوح اريد ان اكون سعيد وكفى اريد ان املك المال وكفى اريد ان انجح في تجارتي وكفى هذا كرت الصفر اريد ولكن شلون رح يأتيني الموضوع هذا مو مهمتي هذا مهمة الله انا اهتم بالجانب اللي اقدر اتحكم فيه رغبتي واوجهها في الطريق الصحيح النهاية المفتوحة لسؤالك بينك وبين الله هي الطريق الصحيح لان فيه اشياء في الكواليس تحدث احنا دائما ما نراها ولكن نرا نتائجها على حياتنا اليومية فخل عندك ثقة بالله الملك الواثق ثقة بنفسه وبالله سبحانه وتعالى ان الشخص اللي من مصلحتك هو اللي عندما تقفز تقفز من على التلة هو اللي سيلاقيك الفرصة الوظيفة اللي من صالحك غض النظر عن الدخل الراتب الامتيازات اللي من صالحك هي اللي ستلاقيك على الجانب الاخر فهذا الجانب ممكن يتضمن اي معنى عاطفي مالي عملي على حسب نيتك انت هو وضعك مع الاشخاص في حياتك رح ننظر الى جانب اخر وهو جانب الصحي او احتمال العاطفي الجانب اللي احنا ما كلمنا عنه هل من الرسائل الاخرى لبرج القوس السيف الوقت كالسيف اللي من قطعه قطعك احس انه في المستقبل رح يكون عندك حرية التصرف بالسيف لا تنسى في الكرتات اللي قبل كان عندنا ملك السيوف وفارس السيوف المطلوب منك أن تتمكن من سيفك من قدراتك من وقتك من الفرص اللي موجودة أمامك وتعرض نفسها عليك بالضبط عندك الملكة المتمكنة ملكة النار الأقصان هذه الملكة ما تتردد ولكن مش لأنها مندفعة لأنها تمكنت من الغوصن اللي عندها عندها أداة أنت مشرط عندك غوصن يمكن يكون عندك سيفي يمكن يكون عندك خماسي بغض النظر عن العرض اللي يأتيك في طريقك تمكن منه لا تحس إنك مش وافق في طريقة استخدامه متخوف لأن الفقه هي اللي راح توصلك بالضبط كرت التخوف كرت إنك تخاف إن إذا مسكت الأكواب أو حصلت على الأكواب راح ينكبون لحد الآن عندك نوع من التخوف احتمال ينبع من الماضي تجاربك اللي مريت فيها في الماضي كان فيها خسارة فدائما تفكر وإن كنت في الحاضر عندك فرص جديدة تفكر في الماضي الماضي ما كان أوكي الحاضر أيضا ما يصير أوكي هنا عندك صراع ما بين الماضي ما بين الماضي شلون مشى أنت قاعد تخلطه هنا ما بين الأشياء اللي في الماضي خمسة أكواب عندك من الماضي مع الأكواب الجديدة من الحاضر صار عندك المجموع السبعة تخلط ما بين الماضي والحاضر مثل الماء الصافي اللي نخلطه بالماء العكر ما نخلطهم مع بعض رح يأثرون على بعض ولكن رح يأثرون على حاضرك رح يأثرون على قراراتك على حسن تصرفك في المواقف رح تكون مش عارف شنو تختار وشنو تبدي تثق بمن أي فرصة أفضل لك رح يصير عندك تشويش إذا ما تخلصت من الأشياء للتراما للأمور اللي مرت فيها في الماضي اللي لحين يأثر عليك نفسيا هذا تأثيرها ترى نفسي أكثر من إنه جسدي أكثر من إنه مادي هذا تأثيرها نفسي عليك حان الوقت أن تقطع هذا الحبل عشان ما يتداخل عندك الماضي مع الحاضر نوضح للكارتاز الجنة الامبراطورة لما تحتاج للسيف معناته إنه هي تمثل الأم الأرض حتى الأم الأرض ترى تحتاج إلى السيف عندما تنتشر الغابات في كل بقاع الأرض إحنا نحتاج للسيف عشان نقطع عشان نحدد عندما يزيد انتشار الغابات عندما يزيد انتشار الشيء محتاج أن تضع حدود لمأن رح نشوف في شي رح ينتشر عندك ويكون إيجابي لكن رح يزيد عن حده ممكن يكون تهتم بالشكل بشكل زايد تهتم بالتغذية بشكل زايد بالمظاهر بشكل زايد برأي الناس بشكل زايد ممكن يكون أي شيء إيجابي ولكن عندما يصير مبالغ فيه رح يحبسك أنت عبالك أن هذا الواب عند موجود فيه برغبتك ولكن هو سيحبسك من أن تنمو من أن تتطور لأنه ما أدري ليش بس أحس أنه أنت هنا تبالغ في ردة فعلك أو تبالغ في العطاء تبالغ في الأخذ لدرجة أنك وقت من الأوقات رح تحتاج للسيف أوكي هذه أيضا رسالة لك ومعروف برج القوس من الأبراج اللي يتبع رغباته يقول ما يرغب فيه يفعل ما يرغب فيه نوضح باقي الأوراق عندنا ثلاث الخماسيات موجودة تحت خمسة الأكواب هنا يقول لك ركز على الحاضر الحاضر هو أفضل تشتيت لك وطريقة للخروج من طاقة الماضي أوكي لحد الآن قاعدة تجذبني كارت الإمبراطورة في قصة التارو الإمبراطورة تحتاج إلى الإمبراطور عشان يأتي من بعد ما هي تسبب في ازدهار الأرض ازدهار الحيوانات ازدهار الطبيعة هي تحتاج للإمبراطور أن يأتي ويضع حدود ويضع سور أوكي لهذا النمو في نوع من الرغبات عندك نوع من المبالغة في الشيء معين محتاج لا تنسى تحت أربعة الخماسيات محتاج لواضع حدود مع الناس اللي حولك مع طلباتك من الناس اللي حولك عطائك للناس اللي حولك ممكن يكون أي شيء لكن هذه مسألة تسترعي اهتمامك عندك أربعة الأكواب في فرص جديدة قاعدة تقدم نفسها لك ممكن يكون حب جديد ممكن يكون بابي يمفتح لك عن طريق العمل مصدر رزق ثاني قاعدة أشوفه إضافة مصدر رزق ثاني أنت لحد الآن متعلق بشريك سابق يأتيك شريك أجدد شريك صافي ولكن أنت ليش عندك الأكواب بقلها مصيرين صفة واحدة لأنك أنه مهني تعقت من الخسارة وصلت لمرحلة تعتقد بأن كل الأصابع سواسية وإن كانوا ليسوا سواسية بس كأنما أنت تمللت هنا تمللت من كثرة الخيارات تمللت أنه دائما يخدعونك الأشخاص فقررت أنك ترفض أو تؤمن بالحب مش رت ترفض الشريك ممكن تسمح لأنه يدخل في حياتك ولكن سماحك أن يدخل حياتك مو معناته أنه فعلا في حياتك سمحت لأنه يدخل قلبك في فرق ترى قاعد يحذرك من هاي النقطة أنه لا تخلي الماضي يأثر على نقطتين مهمتين عندك في الحياة ينتظرونك الحياة العملية اللي أنت مقبل عليها واللي محتاج أن تتمكن منها وأيضا يكون في نوع من الكنترول والسيطرة عليها معروف برج القوس عندما ينوي أو يحب أن يعمل شيء معين يسوي ليل النهار بدون أن يرحم نفسه أو يريح نفسه أوكي محتاج هاي النوع ومحتاج أيضا أن تتخلص من متعلقاتك بالماضي بحيث أن إذا ممكن الشريك نفسه يرجع لك يعرض عليك فرصة جديدة ممكن شريك جديد انظر إلى الكأس هنا ما أقول لك اقبل أو ارفض هنا على الأقل ارفع رأسك انظر إلى الكأس نفسه قيم الشخص قبل أن تحكم بشكل عام شوف شنو فيه في الكأس قبل أن تقبل أو ترفض وراح تسحب لك كرت أخير تابع النصيحة يا برج القوس بالضبط المسيجات تكرر ما أخبرتك إياه تعرفوا على بعض أوحان الوقت أن أنت وهذا الشخص ما أدرى هذا الشخص ممكن يكون فرصة عمل حتى تعرف على الشيء اللي قاعد يعرض نفسه لك في الفترة القادمة يقول لك يا برج القوس أنا موجود انظر في داخلي قبل أن تدخل الناس في حياتك شوف عندك قطبين أنت لحد الآن ما تمكنت نفس ما فتحت معاك هني الكرتات ما تمكنت من أن تمسكهم من الوسط ماهما عندك كرت أن تسمح للأمور بالازدهار فوق ما يجب فتحتاج بعدها السيف تحتاج الإمبراطورة إلى الإمبراطور أن يأتي ويقنن يحط كنترول على اللي سويت الإمبراطورة وأيضا عندك طاقة ترفض ترفض حتى من دون أن تنظر إلى الكأس نفسه إما تقبل وتروح دائما مع التيار إما لا ما راح أروح مهما يعرضون عليه ما راح أروح أوجد لنفسك حل وسط هني ما قاعد يقول لك أجين مرة ثانية أقبل أو أرفض تعرف على الأشخاص خذ وقتك في شيء اسم الحق أن تتعرف على الشخص قبل أن تدخله في حياتك قبل أن ترفضه قبل حتى أن تعتبره شريك تعرف عليه شوف أطباعة ينصب أطباعك تفكيره التناسب والتكافؤ جدا مهم في العلاقة بعد أن تتعرف عليه من حقك من دون أن يحكم عليك أي شخص أوكي ولا حتى الترو أن يخبرك أن تكون من حقك ولا مو من حقك أن ترفضه أو تقبله أول تعرف عليه وكن واضح وصريح مع نفسك بشأن حقيقة الأشخاص ومن ثم قرر عزيزي برج القوس هذه كانت توقعاتك الأسبوعية أتمنى لك كل التوفيق قوة شوف أطباعة